الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض التدخل في شؤون الصومال أو المساسة بوحدة أراضيها وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع رئيس صومالي حسن شيخ محمود أن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق عليها أحد وأكد رئيس السيسي أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد دولة الصومال ومن جانبه أكد الرئيس الصومالي أن بلاده تعتبر مصر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة معربا عن تقديره الرئيس السيسي على الدعم الفوري لدولة الصومال أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الاتحاد الأوروبي لديه مسؤولية بالتدخل لدعي حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وأشدد شكري خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا خسيمانويل ألفاريس في بروكسل شدد على أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها شكري إلى مقار الاتحاد الأوروبي لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان السعود أنه بدون مصار واضح وموثوق نحو إقامة دولة فلسطينية لن يكون هناك تطبيع بين المملكة وإسرائيل وأشدد بن فرحان على وجوب وقف المذبحة المستمرة في قطاع غزة مشيرا إلى أن مفتاح تخفيف التصعيد بالمنطقة هو إنهاء الصراع في القطاع وقعت اشتباكات نعيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية بمناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن هناك إطلاق نار كثيفة واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الاحتلال التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونسا وأوضحت المصادر أن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت قضائف في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس مع أصفر عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة العشرات رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو شروطا قدمتها حركة حماس لإنهاء الحرب وإطلاق صراحة المحتجزين والتي تتضمن الانسحاب الإسرائيلية الكامل من غزة وترك الحركة على رأس السلطة في القطاع وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن مشيرا إلى أنه يواجه ضغوطا دولية وداخلية لتغيير هذا الموقف اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات بالضفة الغربية وأوضحت مصادر فلسطينية إصابة شاب برصاص الجنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية كفرعين شمال غرب رامالة حيث انتشر القناصة على أسطح عدد من المنازل في القرية كما شهدت بلدة جيناتا جنوب شرق بيت لحمة حملة مداهمات تمركزت في منطقة العروج أكدت الولايات المتحدة أنها تتعامل بجدية بالغة مع الهجوم الذي شنته فصائل مسلحة بالعراق على قاعدة تستضيف قوات أمريكية غرب البلاد ووصف نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون فينور الهجوم بأنه خطير للغاية بعد استخدام صواريخ باليستية تشكل تهديدا حقيقيا مضيفا أن معظم الصواريخ التي أطلقت على القاعدة اعترضتها الدفاعات الجوية الأمريكية في تمام الساعة العاشرة مساء يلتقي منتخب الوطني مع كافردي في الجولة الختامية من الدور الأول ببطولة كأس الأمم الإفريقية ويخود المنتخب المباراة برصيد نقطتين اقتنصهما من جولتي غانا ومزنبيق ويسعى للفوذ على كافردي المتصدر المجموعة برصيد ست نقاط وبعد إجراء فحصات إضافية لنجم مصر محمد صلاح خلال الساعات الأخيرة والتواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب إلى لندن عقب مباراة كافردي لاستكمال علاجه على أمل اللحاق بالمنتخب في دور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في حالة التأهل ختم مجزء الثامنة فاصل وأنا أود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر